أكد رجال قبائل خولان مضيهم في طريق المقاومة واستعادة الدولة والحفاظ على النظام الجمهوري كما تعهدوا بمواجهة التحديات التي تعترض مشروع التحرير واستعادة الدولة من تسلط ميليشيا الإمامية السلالية وقال رجال القبائل في فعالية معايدة بمناسبة عيد الأضحى أقامتها المقاومة الشعبية في مدريات خولان الخميس بمدينة مأرب قالوا إن المقاومة تمثل الخيار الأمثل للخلاص من المشروع الإمامي والمشاريع التشترية والمناطقية يتي هذا على وقع تصعيد متواصل وتحركات عدائية من قبل ميليشيا الحوثي أبرزها التصعيد في محافظتي مأرب وتعز أنا اليوم اللقاء الأول لقبائل خولان اللقاء العيدي للمعاود فيما بينهم أيضا هي تعتبر استراحة مقاتل ومن هنا ندفع وندعم الجبهات بكل ما نستطيع من قوة ولا نكل ولا نمل أيضا المتواجدين هنا أقلبهم من شباب الجبهات وأقلبهم من المناصرين وهم من الدعمين وسنكون عونا لهذا الوطن إن شاء الله هذه الفعالية التي تقام اليوم ضمن الفعالية العيدية التي أقيمت في مأرب لأبناء مديريات محافظة صنعة وأبناء خولان أو الخمسة المديريات من خولان هي من مديريات صنعة وهذه الفعاليات تشعر الناس أن الناس يعيشون حياتهم الطبيعية في هذه الأرض ومستعدين أيضا وجهزيتهم عالية لصد أي غازي سوف نستمر فرحتنا بالعيد والصحيح أنها تظل ناقصة ولن تكتمل إلا بتحرير صنعة كما ندعو إلى الاستمرارية فالنظال للحماية عن الجمهورية والرد في الجبهات وكما ندعو الأبطال إلى دعم المقاتلين في الجبهات